اشتركوا في القناة وفي رده على السؤال ما سبب الخلف بين الطرفين اجاب معلومي يقولون ربما ان اللاعب طلب ان يكون اساسيا في المنتخب الوطني المشارك في كانكو ديفوار ويقولون ايضا ربما المعاملة التي لقيها في المنتخب الوطني ليست كباقي اللاعبين واضف معلومي المعطيات تقول ان جويري لعب اخر لقاء مع نادي هيران الفرنسي يوم 20 ديسمبر ثم ادى العمر وجاء للجزائر مدة اسبوع كامل ولم تظهر اصابته حتى اخر يوم كل اللاعبين الذين كانوا معه في سيدي موسى اجروا التدريبات ومنهم يوسف بليلي ولم يظهر عليهم شيء وحتى في بيان ناديه يضيف معلومي هناك غموض في الاول قال النادي ان جويري غادر للمشاركة في كاس افريقيا ونتمنى له النجاح ثم بعدها مباشرة بايا اخر تعلن فيه اصابته يبقى هذا مجرد كلام اعلام جزائري في انتظار كشف الحقيقة في الايام القادمة كل التوفيق لجمال بالماضي والمنتخب الوطني الجزائري